اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إذا الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا با يا يا نجاة الأمة فازا فازا من اعتصم بحبلكم وأمنا ونجا من لجأ إليك يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز والله فوزا عظيم أرى الصبر يفنى والهموم تزيد وجسمي يبلى والسقام جديد وذكرني بالحزن والنوح والبكاء غريض بأكتاب في الطفوف فريد يودع أهليه وداعم فارق لهم أبد الأيام ليس يعود ويوه 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 كأني بمولاي الحسين وصحبي كأنهم تحت الوطيس سون دو يوه أعطاشا على شاط الفراد فما لهم سبيل إلى الشرب المياه أعطاشا على شاط الفراد أولايا الحسين مجدلا جديلا قتيلا في الترام فريد وأقبل شمر الريكس واحتز راسه بقلب مشهوم فارقوات سعود بعد يا فرج الله قال وساق السبايا من بنات محمد يسوقهم زجر هنا عنيدهم وفاطمة الصغراء تقول لأختها وقد كفى جهد هناك جهده ما تقول لأختها تقولها يا أختي قد ذابت من السير مهجة يا أختي قد ذابت من السير مهجتي سلي سائق الأضعام أين يري يدب واني على الم الحزين على الم الحزين من شلشة لليال على الم الحزين من شلشة لليال طلعت تعثر بالمشاتي بعض بعد يقولوا اتدور على أخوه السحقة الخيل نادت نادت ودم دم حزين اه ووتا اه 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 عنك يا اخو يا باتر انشيل يا ابن ام انشيل يا هول يرد شبه المدالي ويعدل عليها المحامين يا والله ويعدل عليها يا 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 المحامين اتقل اخويا ودعتك الله يا عيوني انا يردون عنك ياخذوني اخويا ياخذوني شلون يا زينب قالت شمرو وخوة اللي يباروني اخويا يباروني انا نقيت اخوتي وما جاوبوني لكن ابو علي شلون ارجع للمدينة وانا بهذا الحال قالت يا نبيا وجه طبت المدينة اخويا المدينة المدينة شقولا للي يقول حسيان وانا 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 شقولا للي نعشدني من الناس اخوتي حسيان وانا وانا ويان عباء سقول حسيان ضل جثة بلا راس وخباس في القطع ويمي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم اي منقلبين ينقلبون والعاقبة للمتقين قال امام ناب الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى إن لله سبحانه وتعالى حجج وبراهين على خلقه الله سبحانه وتعالى لا يعذب قوما لا يعذب أمة لا يعذب بشرا إلا بعد أن يلقي عليهم الحج بذلك يقول القرآن الكريم وما ربك بظلام بالعبيد لكن هو بعض الأحيان هو بني آدم شي سوي يجيب الظلم لنفسه يستعق لأنه هذا القانون الإلهي هكذا مقتضى العبودية أن الإنسان إذا خالف نظام العبودية يستحق ماذا يستحق العذاب والعقاب الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني إذا ما أكو رسول الله ما يعذبك لكن أكو رسول وأكو رسالة وأكو دين وأكو قرآن إذا كل هذه القوانين والأنظمة بني آدم ضرب بها عرضا حائط فاستحق بذلك العقاب بعد هنا أنا ليس من مفر من عذاب الله سبحانه وتعالى يروي المؤرخون في قصص الأنبياء والمرسلين أن نبي الله عيسى عليه السلام يوم من الأيام كان في سياحة إذ مر في قرية نذر إمتى النبي يمكنه إياه معه أصحابه معه رفائه إذ مر في قرية شاف أهل القرية كلهم قد ماتوا يعني أهلكهم الله تبارك وتعالى ماكو أحد عديد شاف الناس ميتة بالشوارع بالبيوت بأعمالها ببيوتاتها بكل مكان قال وروحوا الله قال هؤلاء ماتوا بسخطه تبارك وتعالى ولو كانوا قد ماتوا بغيره لتدافنوا يعني لو ناس لو موتهم مثل موت الناس الباقين لا كان واحد يتفن الثاني مثل ما إحنا نسائرين على هذه لكن هؤلاء ماتوا بسخطه ووددنا لو أننا عرفنا قصتهم وحالهم لو إحنا نعرف ذول شنو جرى عليهم قالوا لي يا روح الله سألهم أنت تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموت فأنت عندك إمكانية بالذي منحك الله تعالى إياه تقدر تسأل الميت يرجع لي قال يا أهل القرية أجابه رجل واحد قال لبيك يا روح الله قال ما حالكم وما قصتكم وما خبركم قال أصبحنا في نعيم وبتنا في سجين قال وما الذي أوصلكم إلى هذا قال ما هو السجين قال يا روح الله إنها بحار من النار فيها جبال من النار أعوذنا الله وإياك قال ما الذي أوصلكم إلى هذا المستوى بحار من النار فيها جبال من النار قال حب الدنيا وعبادة الطاغوت قال فما هو المبلغ الذي بلغتم إليه من حب الدنيا قال كحب الصبي لأمه إذا أقبلت إليه فرح بها وإذا أدبرت عنه بكى عليها حجيب قال وما الذي بلغ بكم من عبادة الطاغوت قال نحن كنا إذا أمرونا أطعناهم طواغيتنا كل شيء قال لنا إحنا نسوي قال لما لم يحدثني أهل القرية ما كلمني إلا أنت بس قال يا روح الله إنهم ملجمون بلجام من النار وعليهم ملائكة غلاظ شداد قال لتا شون كلمتني قال لأنا ما كنت منهم لكن كنت فيهم أنا مو من عندهم مو من القرية قال له والحن قال له أنا مار مستقرق الله أنزل العذاب والعقابة قال له والآن قال له يا روح الله أنا معلق بشعرة على شفير جهنم أخاف أن أكبكب فيها شنو قال عيسى قال والله إن النوم على المزابل وأكل خبز الشعير لكثير مع سلامة الدين حقيقة إحنا وواي في بعض الأحيان نفتعد عن الله سبحانه وتعالى وننصير ونروح ونجي وينشل ونعايشين لكن ربك رحمنا بهالمجالس إحنا ربك رحمنا بمحمد وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هذول الله سبحانه وتعالى جعلهم رحمة وإلا لو لا أهل البيت إحنا لا نسينا حتى الدين لو ما المجالس لو ما شوي واحد يريض روح بمجلس وريض روح بزيارة وريض روح بعمرة وريض روح بحاج وكل ساعة وإلا ودعتك إحنا ننسى الدين ننسى وإلا تعال أنت شوف لك واحد لا حاج لا عمرة لا زيارة شنو حياته شنو معناته عندك سبوع زمان أنت تروح للدوام وترجع تروح للدوام وترجع تمر تزهق تنتكل شيء إلا يقول هذا نبي من أنبياء الله عيسى روح الله يقول النوم على المزابل وأكل خبز الشعير لكثير مع سلامة الدين كل إنسان يلتفت إلى نفسه وين دينه وين حاله وين وضعه أين أصبحنا إحنا لذلك هذول ما عذبهم الله سبحانه وتعالى بدون بدون عمل بدون عمل سيء لا هذول بلغوا مبلغ من عبادة الطاغوت وحب الدنيا نسوا الله نسوا العبادة نسوا اللجوء إلى خالقهم الله سبحانه وتعالى عذبهم لذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله إذن لله حجج وبراهين علماءنا يقسمون الحجج الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول إن لله تبارك وتعالى حجتين على الناس حجة ظاهرة وحجة باطنة أما الحج الظاهرة فهو النبي والإمام وأما الحجة الباطنة فهو العقل علماءنا لما يجون يقسمون الأدلة إلى أربعة القرآن والسنة والإجماع وبعد والعقل علماء الأصول في الحوزة العلمية يدرسون يقولون كل ما حكم به العقل الشرق شنو يعني كل ما حكمه أنا أضرب لك مثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والجلوس في الطرقات قال الأصحاب لا تقعدون بالطرقات ليس صحيح قال له يا رسول الله هذه مجالسنا ما لنا بد منها ما نقدر وين نروح لازم نقعد وإلا إذا ما نقعد بالطرقات وين نقعد قال ها إذا كان لابد من الجلوس بالطرقات فأكو آداب للطريق اللي يقعد بهذا الطريق لازم يتعلم الآداب قالوا زين أنت اشترط علينا حطنا شروط حطنا قانون حطنا نظام وإحنا نتبع أما إحنا مرة وحدة ما نقدر يا رسول الله ما يقدروا لازم يقعد على الشارع قال زين أكو آداب بالطريق شنو هاي الآداب قال إذا تقعد بالشارع أول شيء تغضي البصر واثنين تكفوا الأذى عن الناس الرايح والجاي هذا طاقة هذا هام شيء هذا نصيح علي هذا غالب علي دير بالك والثالف رد السلام واجب مو قاعد أنت وداير وجعك عن الناس حاط رجل على رجل من آداب الجلوس بالطريقة رجل السلام لما وعد تسلم عليك أما خلاف الأدب أنك قاعد بالشارع الناس سلم عليك تمت رجل السلام بعد قال رابعا أن تأمر بالمعروف فتنهى عن المنكر دام أنك قاعد بالطريق لازم تأمر بالمعروف فتنهى عن المنكر أما تقعد بالشارع لا تأمر بمعروف لا تنهى عن منكر لا ترجل السلام أنت قاعدتك مؤذية للناس يقول لك لا لا تقعد بالشهر هذه الآن هل نزل بها وحي على رسول الله من السماء لو رسول الله بعقله حكم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي محكم لكن هذا الحديث لما قال رسول الله نزل جبرايل أخبر له نبي تكلم به نبي تكلم به مو كل شيء يتكلم به جايب جبرايل لا صحيح ما ينطق عن الهوى هو رسول الله يعتبر مصدر بعد القرآن من ين ناخذ الدين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة أما أنت تجي ترجع تشوف العقل إلى وزن حج وبرهان على الإنسان آدم هبط عليه جبرايل قال يا آدم إن الله تعالى أعطاك ثلاثة وخيرك أن تختار واحدة من الثلاثة هذا أن الثلاثة تأخذ واحدة وثنين يرجعا قال ما هي يا جبرايل قال أنت مخير بين العقل والدين والحياء والحياء الحياء يعني الحياء يعني الأخلاقية عبارة عن الأخلاق قال أنت مخير بين ثلاثة بين العقل والدين والحياء ماذا تختار؟ قال أنا أختار العقل قال أخذ العقل جبرايل قال للدين والحياء ارجعوا قالوا لا نحن ما نرجع لهم ما ترجعون قالوا نحن مأموران أن نبقى مع العقل أينما كان قال ذلك شأنكما فتركهما وعرج إلى السماء أهل البيت صلوات الله شوف الحج البرهان هو عبارة عن الدليل والحج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أحنا عدنا الحج تنقسم إلى قسمين والدليل ينقسم إلى قسمين حج ودليل برهان عقلي علمي وحج ودليل وبرهان تعبد الحجة التعبدية هم علماؤنا العالم الفقيه المرجع حجة تعبدية علي من على الناس يستند يستند إلى القرآن يستند إلى الرواية يستند إلى القاعدة الأصولية يستند إلى مبادئ عنده يجيبها تكون حج علينا أحكام أما بخلاف من بخلاف النبي والإمام النبي والإمام يكون حجة عقلية علمية علي من على الناس بحيث أن النبي والإمام كل من يسمع إلى قوله وإلى كلامه ماذا يذعن للإمام وللنبي أصلاً النبي والإمام ما يتحب روحا في إقناع المقابل مجرد أن المقابل يسمع الكلام يقتنع به لي لأن كلام الإمام إمام الكلام لأن كلامهم عبارة عن حجة كلامهم عبارة عن دليل كلامهم عبارة عن برهان الله سبحانه وتعالى جعلهم حججاً على الناس على الخلاف يجي واحد من أحبار اليهود سدوا الأحبار اليهود خم وفد ناس تشطك ثوقين ترعب بالك لا عدهم عليهم وعدهم معرفة وعدهم عمق تقل على خليفة من كل الأساس قال لأ أنت خليفة للنبي قال لأ قال لأ إحنا موجود عدنا في كتبنا أن خليفاء الأنبياء يعرفون بكل شيء أنت تعرفت كل شيء قال لأ إي فأنا أجيبك قال لأ قلت ريدا أنت أنا جاوب قال لأ أخبرني عن الله أين هو شون طامة كبرها يا يفسرها يا من رجع حيقول حمق عليه حصب عليه قال لما هي هذا طب الله إنه لكلام الزنادقة قم وخرج وإلا قتل قال لأ عمي أنت معصب لأنه كلام زنادقة لو معصب لأنك ما تعرف فهمنا يقول عصب علي الطرد طلع شاف أمير المؤمنين بالبات قال لأ أيها الحذر أنا سمعت سؤالك جوابك عندي ترى قال لزين ما هو ذلك الجواب قال لشوف أنا أجاوبك لكن إذا جاوبتك من كتبكم تسلم قال لأ لا والله أسلم قال لأ أنت جاي تقرأ جرائد وتستطلع لو جاي أنت تريد تعرف وتريد تعرف الحقيقة وتلجأ إليها قال لأ أنا لم تستطلع أنا إذا انطيتني الدليل من كتبنا فأنا أؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله أنا أدخل للإسلام لكن تطيل من كتبنا قال بلى قال لا أقل لك أول مرة نقول نحن نعتقد ونقول أن الله تبارك وتعالى أين الأين فلا أين له وكيف الكيف فلا كيف له منتقر في الدعاء يا من لا يؤين بأين ولا يكيف بكيف قال ألستم تزعمون في كتبكم أن نبي الله موسى كان جالسا ذات يوم فجاءه ملك قال من أين جئت قال جئت من المغرب جاءه ملك من المغرب قال من أين جئت قال جئت من عند الله هذا من أين من المغرب وإجال ملك من المشرق قال من أين جئت قال جئت من عند الله قال سبحان الله يا من لا يكون يسعه مكان ولا يكون أقرب إلى مكان من مكان يعني شنو؟ يعني موجود في كل مكان الله تبارك وتعالى موجود فوق ولا موجود تحيل ولا موجود يمين ولا شمال لا في كل مكان تبارك وتعالى موجود قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أنك خليفة لرسول الله لذلك لما ترجع إلى كلامهم كلامهم حجة كلامهم الدليل كلامهم البرهان هذا المطلب الأول قال لنأتي إلى المطلب الثاني في المقطوع من الزيارة ما يقول الإمام؟ يقول وحجج الله علي من؟ على أهل الدنيا وبعد والآخرة والأولى الدنيا أخوة معروفة الآخرة هم معروفة البعض اشتبه بالأولى هل الأولى هي الدنيا أم غيرها؟ لا يقول العطف يستلزم التغاير معنى ذلك أن الأولى غير الدنيا الدنيا شيء والأولى شيء آخر يختلف عن من؟ يختلف عن الدنيا هذا كل وجود أي نوع من الأنواع؟ شوف في القرآن الكريم موجود هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة هذه الهلب البداية علماء الأدب يقولون هذه هلب الجملة الزائدة يعني معنات الجملة شنو؟ أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة يعني الإنسان مذاكر ذاك الحين لذلك هذه النظرية التي نعتقد بها نحن في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم وهي أي نظرية؟ نظرية عالم الذر أتى عليه يعني أكفة عالم لكن ماذا نعتقد؟ نعتقد بأن هناك عالم ما قبل الدنيا وعالم ما بعد الدنيا وعالم الدنيا ما بين هذين العالمين عالم الذر وعالم الدنيا وعالم الآخرة ما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول وحجج الله منهما؟ أهل البيت وحجج الله على أهل الدنيا وعلى أهل الآخرة وعلى أهل الأولى لكن المشكلة وين؟ هسا يرجع البعض يقول هذا الإنسان كان له وجودا قبل عالم الدنيا إنه وجود يقول إلك وجود لكن مبهل وجود الدم ولحم وعظم لا إلك وجود أنا وياك وإحنا جميعا اللي قاعدين هنا متعارفون وملتقين في عالم الدر لكن وجود الإنسان في ذلك العالم وجود إجمالي يعني عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذرات من الغبار متطايرة هل مليارات من البشرية مذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى يوم ينتهي هذا العالم هذه المليارات من البشر كلها كانت كانت عبارة عن ذرات من الغبار شي يقول القرآن الكريم لاحظوا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلاتهم هناك في ذلك العالم اصطفت البشرية المليارات من البشر أمام خالقها الله سبحانه وتعالى أخذ منها الميثاق على ماذا؟ على الإيمان بالله هو بالرسول وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أهل البيت شنو كانوا هل كان أهل البيت ذرات من الغبار معنا متطائرة؟ يقول لا جابر يقول يا رسول الله ما هو أول شيء خلقه الله؟ قال يا جابر هو نور نبيك كانوا أنوارا قدسية أشباحا على يمين العرش قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام ثانية غفر الله في ذلك العالم الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق منه بعد أن أخذ الميثاق نزلت تلك الذرات البشرية وين؟ في صلب آدم يقول آدم التفت إلى يمين العرش وإذا بأشباح من النور قال قال إلهي ما هذا النور وما هذه الأشباح؟ قال يا آدم إن هذه الأشباح وهذه الأنوار هي أشرف خلائقي أشرف خلائقي شنه؟ وهو نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم لذلك هذه أمانة وميثاق وعهد يقول هنا استحق آدم السجود لمن سجدون الملائكة؟ سجدوا لمحمد وأهله الطيبين الطاهرين سجدوا لآدم فسجدوا يقول أخيرا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أسماء هذه الأشباح وهذه الأنوار الطاهرة فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال ماذا؟ قال هذا نور محمد وهذا نور علي وهذا نور فاطمة وهذا نور الحسن وهذا نور الحسين وهذه أنوار الأئمة المعصومين من ذرية الحسين هؤلاء قادة وسادة الخلائق جعلهم الله تبارك وتعالى أئمة عليهم لذلك يقول يقول الحديث الشريف لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة عن عمره فيما أبلاه الحمد لله رب العالمين اللهم اشهد علينا هذه المجالس إن شاء الله تشهد علينا وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت دير بالك يا بني آدم لا تصور يوم القيامة تخلصها بسهولة ترأك هناك الحمد لله والشكر إن قل الله ثبتنا على ولاية محمد وآله وعلى ولاية أمير المؤمنين لكن شنقول إن قول أترجو أمة قتلت حسينا هاي الناس اللي خانت الأمانة واللي نقضت المواثيق والعهود بعد يوم القيامة ترتجي يوم القيامة بعدها متريد شفاعة شلون يواجهون رسول الله شلون يقفون بين يدي الله لذلك الشاعر يقول يقول ترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم المعادي لذلك الشاعر يقول يقول ليقتل ضمانا حسين بكربل وفي كل عضو من أناملي بحر ووالد الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفراء وآت لها بور هالليلة أنا عندي الختام أريد نندف صاحب العصر والزمان نقل لها سيدي اتهمت روح إلى كربلة وهم تقرأ وهم تقرأ الزيارة وهم نزور جدك الحسين شا تقول بالزيارة سامع شا يقول الإمام الحجة يخاطب جده الحسين يقول ليعجب يعجب هويت من على ظهر جوادي تطوك الخيول بحواف رياء وتعلوك الطغاة ببواطر قد رشح للموت جبين واختلفت بالانقباء شمالك ويمين يقول الراوي لما سقط الحسين على رمضا كربلة الفرس الجواد ماذا أخذ يصنع يقول أخذ يمرغ ناصيته بدم الحسين وأقبل إلى الخيام شقول الإمام يقول ليعجب فأقبل جوادك إلى الخيام محمح من باكيا فلما رأينا النساء جوادك مقزيا الله أكبر شلون موقف ونظرنا سرجك علي ملويا يقول الراوي كان جواد الحسين يصيح في حمحمة الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها يقول لنا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور وبالعوي صائحات وإلى مصرعك مبادرات وعلى الوجوه لا طمأت يا جد والشمر جالس غلا يقول والي سمعت زيانة بورك ذات وقامت تركض النسوان لما نوصل لما نوصلني الحامة لقلنا موسد التربة يا يلوج من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشاء يا هلوا دم درحموني شربة ما يذنطوني بعد ما يشوف بعيوني آه يا 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 تدنت زيانة وقامت جرح جلوح لبصدر ولن هشوف الامثل طالع من خرز ظهر يقول جلست عنده وضعت يديها تحت جسدي الشريف آه يا 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 يقول أخذت رأس الحسين وضعته في حجرها آه آجركم الله قالت أخي حسين كلمني نور غيني يقول ما تكلم أخي حسين عليك بجد رسول الله كلمني ما تكلم الحسين أخي حسين عليك بأبي علي كلمني ما تكلم أخي حسين أقسمت عليك بأمي فاطمة رمقها بطرف فتح وحده من عيون أبا وعلقت زينب لكن تدري شنو قالها قالها أخي زينب وحق جدي رسول الله نعط شاء خوي أسقين شرب من الماء يقل أبني أنا أجيب الماء أبني أنا ما ظل دمع وزقي يحسي يا نولقوا مخي معك أجركم الله بينما هي كذلك وإذا بالصياب تتلوى غلامت ني وقلت عني للحام وندهت وندهت يا 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 وراعي لمر وتعذر اخت يا تعذر اخت شفت يا زينب قالت لقيات الشم يا ارفعني ركوب ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مد وعليه رد الهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأقيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه لا تخرجنا من مجلسنا هذا ولا تفرق جمعنا هذا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وغفران ذنوبنا وقبو الأعمال اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الدين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم تقبل مننا هذا القليل إلى أماتنا وأماتكم السامعين المؤسسين لهذا المجلس أمات شعة أمير المؤمنين من ليس لهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآلي محمد